السلام عليكم تعالوا نشوف مع بعض كده السيدة اللي موجودة معنا دي هتعمل ايه في ابنها ومرات ابنها يعني كده من الاخر هتقوم تستلع عليهم بتقول لهم انتوا صحيين منهم متأخر وهتروح كمان تصاحي زوجة ابنها وهتقول لها انت ماسكالي الموبايل طب يلا قومي كده عشان تشوفي شغل البيت وعلى طول شدتها كده من عالكنبة وعلى طول زدقتها برجلها ويلا بينا نشوفها تعمل ايه في الفيديو هنا الاول كانت طلبة منكم طبعا قبل ما تكملوا معي الفيديو للاخر فين دعمكم الياب للقناة باللايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم طبعا كل الافكار والحيال والمنتجات العصرية اللي موجودة دي بتسهل عليك وقت وجهدي كبير جدا مش معنا طبعا ان اصحاب المنزل هنا كانوا قاعدين من انتخين والدنيا بالنسبة لهم سهلة وفري جدا ان ما فيش وراهم التزامات في البيت لا طبعا زي ما شوفنا كده السيدة دي قامت جاري تشوفها تعمل ايه وهتطبخ ايه النهاردة وهتظبط نفسها في البيت ازاي بكل المنتجات العصرية اللي احنا بنشوفها مع بعض طبعا كل الافكار دي بتسهل عليك فعلا وقت وجهدي ووقف في المطبخ كتير جدا وكمان وقت بالساعات ممكن كانت واحدة فينا تقف تقضي عشان تطبخ وصفات كبيرة جدا بس طبعا منتجات بقى زي الشقوية القلية الكاربؤية والحاجات دي كلها فعلا بتنكز معاك في الوقت وطبعا تعالوا نشوف كمان كده كل المنتجات العصرية اللي بيستخدموها عشان توفر معاهم كل السبر دي حتى المنظمات والادوات الباستكية الحاجات اللي احنا بنشوفها دي كلها فعلا بتكون عصرية وفي نفس الوقت فعلا مفيدة جدا في حياتنا اليومية زي مثلا قطرت الزيت الحاجات دي برضو طبعا من الحاجات اللي بتحافظ معاك على صحتك يعني بداش نستخدم الزيوت بصورة كبيرة جدا فأكيد مثلا بتستخدمي حاجة زي القطارة تكوني متحكمة في المقدار المعين اللي انت عايزها عندك في التنظيف تعالوا نشوف هنا مع بعض كده كمان الجهاز ده اللي زي خلوة بالضبط وفي نفس الوقت بيسوي معاكي الحاجة اللي جوا يعني سواء طبعا بقى مأكلات ساخنة مشروبات باردة عصاير كلام ده كله بيقدر يسوي معاكي الحاجة بسرعة جدا وده كمان برضو من الحاجات اللي كلنا ممكن نكون مستغربين لها خلاص دلوقتي كده خلصوا هنا الغدد بتاعهم ويلا بينا نشوف بقى طبعا التنظيفات هتتم ازاي اول حاجة كلا بزيط طبعا القوانتي يعني المتين بتاعها وبدأ اتصافي المعين وتحط كل حاجة في مكانها باستخدام طبعا الحاجات بالعصرية اللي موجودة عندها حتى فرشة غسيل البوتجاز دي طبعا شوفناها كتير كده دلوقتي في فيديوهات كتيرة وخصوصا كمان طبعا في البوتجازات البلت ان وقد ايه بتحافز معاكي على حاجة نظيفة لفترات طبيلة تعال نشوف هنا كمان برضو كده اللي شبه التربو او المنظم ده بكل المنتجات العصرية والعملية بتاعته ده وجدت هنا كمان برضو كده الباسكت طبعا يعني الكتروني على طول هتمسح الارض معانا بالمنظفات العملية والسحرية اللي موجودة معانا دي دلوقتي المكنسة الكهربائية اليدوية اللي مسكاها في اليد دي سهلة وعملية وسريعة وبتدخل كمان معاكي في قدية الاماكن نشوف هنا كمان برضو كده طبعا تنظيف السجاب المكنسة الكهربائية هنا كمان حتى علبة الكمامات او المناديل بالصيل جديد في نفس الوقت كمان شكلها حلو جدا المنظفات كمان بقى بتاعت الشوزيت وكده شايفين بقى كده خصوصا الشوزيت البيضر لكل الناس قد ما بتحبها تدق طبعا ان هي بتتبادل معاكي بسرعة بس بيقولك انت بها البهدلة وصاد طريقة التنظيف السهلة اللي احنا شفناها حتى جراب حفظ النظرات زي ما احنا شايفين هنا كمان برضو قده قوة شفط الهوى بسهولة جدا من اي حاجة طبعا حبة تخزينيها عندك في الدلاب بتوفري مكان وبتوفري كمان حاجات كتيرة جدا من الحاجات كمان برضو الحالة وقوي بقى هي السجاد العملي الموجودة على الارض ده بينشف معاكي بسرعة بتشيل طبعا عم نعليه الاوساخ والدهون والكلام ده كله بسرعة خصوصا كمان طبعا لو انت حطها في المطبخ طريقة كمان تنظيف الطويلت بالمقونات السحرية دي بتشيل معاكي طبعا اصعب الدهون اللي ممكن تكون موجودة او كمان الاوساخ نشوف هنا كمان برضو كده المعطر اللي موجودة طبعا كزا شكل ده شكل وده شكل حتى الورد الصغير ده بيدوب كل ما بتنزل عليه المية نشوف هنا كمان برضو كده بقى طريقة الغسيل اليده وفي الغسالة الصغيرة جدا دي دي حلوة حتى كمان معاها زي ما انشافها صغيرة دي حلوة بقى بالنسبة للناس ايه اللي معاها بيبهات صغيرة لسه بلدق جديد بتجبيها طبعا تشغليها جمي منك بصورة يومية خطوصا طبعا احنا عافين من المواريد بتكون ليه حبة ان انت تختلهم هدومهم لوحدهم باستمرار تعالوا مشوف هنا كمان برضو كده طريقة هنا استخدام المنظفات دي سواء طبعا للأحواض للبنيوهات للحمامات وطبعا بتشيل معاك اصعب الدهون والقزرات اللي ممكن تكون موجودة حتى الفواح اللي كانت موجودة معنا استجدت طبعا باشكال وصور كتيرة زي ما شوفنا كيها بتمتص معاك المياه وكمان ضد الانزراق بقى يعني لا تزحلقي ولا يحصل اصابات ولا الكلام ده كله نشوف هنا كمان كده برضو منظمات الميكوب او العلب اللي موجودة قدام التصريحة بتاعتها دي باشكال كتيرة اوي واحجاب مختلفة ده كمان كده روتين تاني ليها باستخدام طبعا المنتجات العصرية جات من برا في عز التلج اللي كانت الدنيا موجودة فيه وجابت هنا كمان كده الشوز بتاعها وبدأت كمان تعاقم كل الشوزات الشوز بتاعها كمان كده غسرته وبدأت تجففه جريع السرير تتدفى شوية شوف هنا كمان كده الراجل ده او الستي دي هتعمل ايه معانا بس الصراحة لنا شايفان من الرجلين مش قادرة حد الدمين بالزبط طبعا كده حطوا الموبايل هنا يتشحن شحن سريعة تشوف دلوقتي كمان كده برضو المنظمات العصرية خصوصا طبعا البقليات او كمان الرز بقى والحاجات دي كلها حاجات سريعة وسهلة جدا هنا كمان برضو كده ازاي تتبخي كم وصفة بطريقة او بصورة سهلة جدا في الجهاز ده يعني حطيتي حاجتين في نفس الجهاز الرز وحاجة تانية تستوى معيك بسرعة متخيلين بقى كده كمان الشكل كل الحاجات دي فعلا مش هننكر ان هي عملية جدا بتوفر معيك وقت وجهد وقد ايه فعلا يعني من الحاجات اللي مفيش حد فينا يقدر يتخلى عنها ابدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى بسقط القمامة هنا بصورة وبشكل مختلف تماما الفكرة بتاعته حلوة جدا استايل ومميز وفي نفس الوقت كمان نشوف هنا مع بعض الجهاز ده عبارة عن ايه قد ايه طبعا بينظف معيك الحاجة وفي نفس الوقت كمان طبعا تنظيف الارض بالممساحة دي اللي بتطلع معيك بخار وتنظف معيك الارض وبتخلي الدنيا زي الفل حوالين منك نشوف هنا كمان كده برضو الروتين السريع ده وطريقة طبعا كمان كده من ساعة ما بتصحى من النوم واليوم بتاعها بيمشي ازاي وكمان طرق التنظيف بتاعتها وكل المنظمات والأدوات اللي بتستخدمها في البيت بتاعها عشان يطلع معينا بالشكل والصورة الحلوة اللي احنا هنشوفها مع بعض في الفيديوهات طبعا بقى روتين عملي وروتين سريع وممكن معظمه تكون حاجات القرية تعمعينا واغلبه كمان حاجات جديدة هنشوفها كمان دلوقتي ونستهاردها مع بعض مكوة البخار ادارة كمان هنا بالجهاز ده الوبر اللي ممكن يكون موجود معاك خصوصا طبعا زي ما احنا عارفين معظم بلادي الأجنبية بيحابوا بقى تربيت القطط والكلاب الحيولات الأليفة في البيت طبعا بقى بتأثر للأسف على البيت بكميات من الوبر بتكون كبيرة جدا تعالوا نشوف دلوقتي كيها طبعا خلاص خلصت اللي وراها ودخلت نام هنا كمان كده روتين تاني سريع جدا تعمل ايه بقى عشان تضحك على زوجها وتقوم جاري بقى من النوم بدأت هنا كمان برضو كيها تعمل كم حركة من الحركات القرية اللي احنا شفناها دلوقتي عشان نشوف تفاصيل الفيديو ده تكون ماشية ازاي يعني على اساس ان هي عمعت حاجة مستحيلة بس لأ المهم زوجها طلعا صح منها ومننا كلنا وقام جاري يشوف هي بتعمل ايه وحماتها كمان وقفالها هنا بتستعرض كده كمية المشتريات اللي انتي غفلتينها وروح تشترتيها شايفين طبعا بقى كده يا جماعة الشغل ده يعني قد ايه فعلا هي زوجها بس زوجها يعني يعني مش على قد الامانة او يخصوصا ان هي اشترت متطلبات للبيت كتير جدا طبعا اغلبها مش هننكر انه ممكن تكون مفيدة وزوجها للأسف بيقول ان اغلبية الحاجات دي فعلا ما بتكونش مفيدة ابدا وكمان زوجها بيقول المشكلة ان موجودة المنتجات دي عندهم كزا منتج بنفس الشكل بس طبعا بقى حاجات مختلفة الوان مختلفة وهي كمان برضو عاشقها للمشتريات زي ايه زي ايه ست في الدنيا بتحب الشوبينج جدا بس طبعا المرة دي الصراحة اشترت حاجات كتير قوي هنا طبعا دلوقتي كده بتستعرض معينا كل المنتجات اللي اشترتها وقد ايه طبعا شكلها ممكن يكون عملي واغلبيةها حاجات مفيدة جدا ونشوف هنا مع بعض كده الاجهزة دي وازاي بتحب معيك الحاجة بسرعة كمان تطبخي فيها الحاجة بسرعة ده مضرب طبعا الزباب او كمان الحشرات الطائرة تفاصيل كتيرة جدا بتستعرضها معينا في المنتجات اللي يمكن خلال الفيديو احنا شفناها عمتا كده طبعا هسابكوا دلوقتي تكملوا الفيديو مع بعض الاخر وتشوفوا بايه تفاصيل الفيديو هتكون ماشي ازاي وحاب اقول لكم لو وصلتوا هنا للفيديو ما تنسوش دعمكم ليابلوا القناة هنا باللايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا برزلها معاكم اشوفكم ان شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة